ما هو أقصى طول الذي يمكننا أن أعطيه الوطار في هذه المثلات للطول الذي يطلع عين بجوجته هو 3 و 4 ويبقى عندي مثلات أزربت عليكم معك أولا نحدد الوطار من الذي يبدأ وفي انتساله الوطار المثلات يبدأ من هذه النقطة في الطلعة الأول وتساله في هذه النقطة في الطلعة الثانية لذلك كي نجاوب على السؤال نحن نكبر هذه الزاوية التي تطلع حتى تكون له زاوية مستقيمة يعني 180 درجة أو براضيا وهناك مضلعات سيكون له على خط واحد والتي لديه هو المسافة اللي ما بينها تجوج النقاط والتي هي 3 زاوية 4 تسوي 7 ولكن هنا لا أبقى عندي مثلات والتي لديه خط مستقيم وبالتالي فطول الوطار ما عمرو خصي يفوت مجموع طول الطلعين دي المثلات اللي هو في الحالة 7 فإذا كان لدي شي مثلات طول الأضلع ديلي هو A B وال C فأخص ديما تكون صغيرة من B زايد السي وبأخص دايما تكون صغيرة من A زايد السي والسي خص دايما تكون صغيرة من A زايد B مزيان مزيان ولكن أجي نشوفها بالمتجهات ومنين تنهضر على المتجهات يفضل أننا نخدمه بالأعداد العقادية وما تتخلعوش أغنخدم غير بالرموز إلا هزينا واحد المتجهة غادة من أصل المعلم ووقفة بواحد النقطة مثلا Z1 وهات Z1 تتسوي X1 زايد E Y1 ما تردوش البلدك E طول أو المنظم أو المعيار دي المتجهة غايكون هو Z1 وغنديرها ما بين قيمة مطلقة والتي تعني جدر مربع X1 أكاري زايد Y1 أكاري أو تنهضر متجهة أخرى تهي منطلقة من أصل المعلم ووقفة بواحد النقطة مثلا Z جوج اللي تتسوي X جوج زايد E Y جوج طول أو المنظم أو المعيار دي المتجهة غايكون هو Z جوج وغنديرها ما بين قيمة مطلقة تهي والتي تعني جدر مربع X جوج أكاري زايد Y جوج أكاري ماذا هو المجموع دي المتجهات؟ المجموع بكل بساطة هو أنك تتكمل بهذه المتوازي الأضلع والدياقونال أو القطر دي المتوازي الأضلع سيكون هو المجموع دي المتجهات والتي ستكون تنطلقتها من أصل المعلم وغادل واحد النقطة Z1 زايد Z جوج والتي تتساوي X1 زايد X جوج زايد E عامل لـ Y1 زايد Y جوج بالطبع الطول أو المنظم أو المعيار دي المتجهة سيكون هو Z1 زايد Z جوج ما بين قيمة مطلقة والتي هو الجدر مربع لهذا القطر الذي لا يصر لما فيه والتي اسمته الجزء الحقيقي بقتي غيال أكاري زايد هذا القطر الذي في منا فيه والتي اسمته الجزء التخييلي بقتي إماجيناق أكاريته هو ماذا هو النتيجة التي تريد أن نصل لها هنا؟ النتيجة هي الطول أو المعيار دي المجموع يجب دائما يكون أصغر من أو يساوي المجموع دي الأطوال أو المعايير دي المتجهتين بمعنى المعيار أو القيمة المطلقة Z1 زايد Z جوج دائما يجب أن يكون أصغر من معيار أو القيمة المطلقة زايد المعيار أو القيمة المطلقة هذه القاعدة مرة لإستعمال بزاف 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 البراهين هات الشي لاش بغيت نحطها دابا باش مستقبلني لابنت لكم تعرفوها مني جات وعلاجات وكيفاش